اشتركوا في القناة المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومن هذا المنطلق وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا اعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغر في هذا المجال والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيئات الدولية والجهوية المختصة وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها وفي هذا الصدد شدد جلالة الملك نصره الله على ضرورة قيام المجلس في تركيباته الجديدة وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة بالمهام الموكولة إليه بموجب القانون المتعلق بعادة تنظيمه وذات يما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية عاقة وفي هذا السياق دعا جلالة الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين موسيقى موسيقى موسيقى